موسيقى مساء الخير، مساء السعادة، أعزائي المشاهدين في كل بيت وحلقة جديدة من برنامجنا سر السعادة مع غدا بيقولوا في الأمثال العند يولد الكفر، أعوزوا بالله من الكفر النهاردة بقى معنا موضوع عن العند بين الزوجين عاوزين نحلل الظاهرة دي ونتكلم عنها معانا الأستاذة نيسرين كامل استشاري تربوي بنرحب بيك يا أستاذة نيسرين إزاي حضرتك عاما ينورتين ممكن تعرفين الأول كده إيه هو العند؟ العند هو إن الإنسان يكون متمسك دايماً بمبدأ من المبادئ سواء عنده مبدأ أو سواء عنده فكرة معينة أو رأي معين أو عقيدة معينة في دماغه هو يبقى متمسك بيها سواء كانت صح أو سواء كانت خطأ العند بيبقى إن كنتي إثبات على رأي معين بغض النظر عن صحة هذا الرأي أو خطأ هذا الرأي إنما الإنسان بيبقى أنا عندي فكرة معينة أو رأي معين متمسك ومقتنع جداً بيه ما فيش أي حاجة قادرة أن هي تغير لي هذا الإقتناع ده التعريف اللي هو الأشمل أو الأعام اللي احنا بنعرف به العند والعند ده هو نوع من تنشيف رأي زي ما حضرتك قلت ونوع من السبات على مبدأ هو أحياناً لما بتبقى فيه فكرة صحيحة منبقى عارفين الفكرة الصحيحة أو المبدأ الصحيح ده المفروض إن احنا ننفذه إنما أحيانا بيبقى الإنسان عارف إن الحاجة دي غلط أو حاجة دي فيه مشكلة سبب مشكلة أو حتتعمل فيه ظاهرة معينة هتقدي إلى مشكلات أسرية ومشكلات عائلية وبيظل الإنسان متمسك بهذا الرأي وهذه الفكرة ممكن نتعرف بقى على طبيعة الأدور بين الزوجين من وجهة نظر حضرتك الحياة الزوجية سبحانه وتعالى وجعلنا بينكم موضة ورحمة الحياة الزوجية هي عبارة عن استقرار ما بين زوجين ربنا خلق زوج وزوجة للسلاسي القرآن المقدس اللي هو الموضة والرحمة والسكن ما بين الأزواج ربنا خلق لكل واحد دور للمرأة لها دور والزوج لي دور إذن فيه تبادل من المسئوليات فيه تبادل من تحمل المسئولية فيه تبادل من الأعباء على الزوجين في مشاركة ما بين الزوجين في الحياة الأسرية أو الحياة الزوجية علشان تمشي الحياة الزوجية وتكون حياة زوجية سليمة وصحيح أوفا في حاجة تانية طب امتى لازم الزوجة تتراجع عن العند العند احنا قلنا العند هو ثبات على فكرة معين احيانا تكون عند الزوجة فكرة امتى اتطاطي شوية احنا بنحتاج اننا عايزين قلنا الحياة الزوجية هي عبارة عن مركب المركب احنا نحتاجين من المركب تنشي ما ينفعش ان انا احكم رأيي وان انا اعنق في بعض المشكلات احيانا تبقى فيه مشكلات اسرية طب حتى لو الزوج غلط اصلا يعني اراءه غلط او او متمسك بحاجة ولا طب هي هتعدي ازداد حانا لو فيه موقف معين الموقف ده طالما ما فيش منه ازداد طالما هو موقف معين ممكن زوجة انا بحب لون معين في بيتي انا بحب ان ولادي يدخلوا ليمرسوا رياضة معينة انا حابب ان يكون فيه نوع حياة مشكلات بسيطة او حاجة ما بتؤثرش على حدود الاسرة او على هدم الاسرة بنحاول ان احنا نعديها فيه زوجة لانا عايزة اخرج النهار لانا مسر ان اخرج النهار زوجة لانا ما فيش خروج النهار دي مش مشكلة بالزبط دي مش مشكلة كبيرة المفروض ان احنا نتخطها عشان الحياة تمشي مثلا زوجة او زوب كل واحد ليه رأي او ليه انا عايزة اشتري حاجة معين انا عايزة اخير اللون العربية انا عايزة اخرج انا عايزة اسافر منتطلبات الحياة الزوجية البسيطة الحاجة اللي هي لا تعرق استمرار الاسرة او استمرار الحياة الزوجية احنا من المفروض ان احنا بقاش في نوع من العمد عندنا المفروض ان احنا دايما بنتخطى المشكلات البسيطة عشان نقدر نكمل مشوار الحياة لان الحياة مسئولية كبيرة الحياة الاسرية او الزوجية بتكون شراكة ما بين اتنين رجل وامرأة والحياة الزوجية بيقى في نتاج عندها اطفال واولاد المفروض ان احنا نربي بطريقة تربوية سليمة المفروض تبقى التنشئة النفسية او الجو الاسري سليم لو هنفضل نعنت كل يوم على ادفع الاسباب وعلى قل المشكلات مش هتبقى تبقى فيه حياة كلها مشكلات وحياة كلها خنائات والجو الاسر هيبقى جوه واسري متوتر لالزوجة هتبقى سعيدة ولالزوج هيبقى سعيد بالعكس اللي اتنين حابقوا دايما في المشاحنات كتيرة جدا فدي من اهم المشكلات اللي بتسبب اللي عنده او من اهم الحاجات اللي بتؤدي ما بين الزوجين اللي عندها الخلفات الزوجية طيب تأثير اللي عند بقى على الاطفال والولاد لما بيشوفوا لابه والام دايما بيعنده بعض وفي مشاكل بينهم الكتير ده بيأثر عيوم أكيد طبعا بكل تأكيد الطفل أولا تبقى فيه نوع من المصالح المصالح الأسرية إننا نحن محتاجين ربي أولاد المفروض يبقى فيه تفاهمة بين الزوج والزوج على اسلوب تربيت أولادهم بيبقوا مختارين طريقة تعليمهم طريقة دراستهم إزاي الأولاد حيكملوا دراستهم بأي شكل لو فيه هوايات للأولاد العامل نفسي بنراعي كل العوامل النفسية لو فيه هوايات للأولاد أولادي بيحب أنهم يتعلموا رياضة معينة عندهم هواية معينة إزاي يبقى فيه اتفاق هنيجي نعند الأم أنا حابة أنه أولادي يتعلموا مجال رياضة مثلا معين القبل أنا مش حابب هذا المجال أخليهم يدرسوا وخليهم يتفرغوا لدراستهم مثلا كمشكلة لو هنبدأ نعند هيبقى فيه الأطفال هينقسم الأطفال هيبقى فيه دايما صراع ما بين الاثنين ما بين مؤيد وما بين معارض وفي نفس الوقت بتتضارب مصالح الأطفال يعني أنا فيه هواية الطفل ابني بيحب يلعب رياضة الأم شايفة أنه هو ممكن يبقى في مجال الرياضة والرياضة دي حتضيف له كتير ممكن يكون الأب لأ أخليه عشان ما نشغلش عن دروسه وعشان ما تعطلهش عن المذاكرة وعشان مستوى التعليم يستمر فبيبقى فيه نعم وبالذات أن الأم بتبقى يعني هي أكتر الوقت مع الأولاد بتبقى فهمة دماغي الولاد أكتر حقيقي بتبقى قريبة منهم فممكن رأيها يبقى هو الأسوب بالذبت زي ما حضرتك الزوق بقى بيتعند بقى مثلا متخيل أن هي عايزة تمشي كلامها أو أن هي ده رأيها لازم بيبقى شايفها من وجهة نظر هو كل واحد لي مفهوم بوجهة نظر في الحياة بيبقى الزوق شايف الحاجة من وجهة نظره والمرأة شايفة حاجة من وجهة نظر الأخرى فإحنا المفروض نحبقى فيه تقارب لوجهات النظر إحنا بنقرب وجهات نظرنا عايزين نتفاهم العند ممكن يسبب خلفات كتيرة جدا المفروض نتفاهم الأول مع بعض الأول بيننا وبين بعض وبعد كده نطرح أي حاجة قدام الولاد لأنه هو ده اللي بيأثر فيهم حقيقي فعلا إحنا المفروض أن نحل مشكلتنا ما بيننا وما بين بعض نعرف احتياجات الأولاد لأن الأم والأبهم أقرب أو أقدر الناس إن هو بيقدروا تقدير لمصلحة الأطفال خصوصا أو مصلحة الأولاد نعرف نتفاهم نشوف أولادنا إيه الخطوة اللي هم عايزين يعملوها هل في جانب عملي مجال عملي عايزين يخدوه في دراسة معينة أنا بعرف بشوف بدرس يبقى الأب والأم يدرسوا ما يفيد أبنائهم وبعد كده يقرروا أنا ما فكرة العند قدام الولاد هيبقى الولاد دايما مشتت في أحيانا ولاد كتير بتحب عندها موايب كتير وبعدين بيحصلوا معقد برضو إن هما حاسين الأب والأم ما فيش تفاهم بينهم أو ما فيش حب هو ما بيحصلوا كده ما فيش حب ما فيش ألفة كده وفي تفاهم ما بيبقاش فيه سلت بيأثر عليهم نفسي بيبقى فيه دايما نوع من الصراع النفسي عند الأولاد بيبقى فيه عندهم نوع من التشتر ما عندهم مش رأي ما عندهم مش أمان نفسي إحنا ما عندهمش ثقة في نفسهم لأنهم طوري الوقت قرر كل الأم قالت له يبقى دايما الولد رغباته مش عارف ان هو يلبي احتياجاته داخل الاسرة فيبقى عنده نوع من الحزن الشديد نوع من الانتواء احيانا بيأثر عليه نفسين بيبقى منطوي جدا موهبته احيانا في بعض الاباء بالعند بيكبتوا مواهب اولادهم بيبقى فيه طالب او فيه بنت اولاد عنده موهبة معينة موهبة في الغناء موهبة في الفن موهبة في الرياضة موهبة في اي مجال بيجي العند ان احنا طب نخلي لو الاب او الام احد الابوين طرح ان احنا ممكن ابننا يمارس هذه الهواية ييجي الطرف التاني يعني لأ انا كده عملت كبت الابن يبقى فيه مؤحيانا بيبقى فيه رأي ممكن الاب يحكم رأيه او الام يتحكم رأيها على حساب شخصية الطفل كمان وعلى حساب مصلحته وعلى حساب موهبته وعلى حساب ان انا ممكن العند ده يأثر عليه ان هو يحد من طموح طفل او ان هو يعرقل نجاح طفل وده حصل في مجالات كتير وشوفنا نمازك كتيرة جدا اسرية ان بتحصل بينها مشكلات بسبب العند بيضيع مستقبل الاولاد او فيه بيحد من طموح الاولاد كان فيه ناس كتيرة جدا حبى مجال الرياضة وحبى ان يكون عندها موهبة كبيرة اتمنعت من ان هي تؤدي او الاهلي كبتوهم او حاجة بالضبط بيفضل الانسان شايل في نفسه اني انا طول الوقت اني اهلي قصروا معايا او انا كان زماني دلوقتي ناجح كان زماني في مستوى معيش مرتفع كان زماني وصلت الدرجة من النجاح عالية فبيأثر عليه نفسيا مدى حياته بالضبط بالضبط طب نطلع فاصل ونرجع تاني استنون ورجعنا لكم بعد الفاصل وستيزة وليليا استيزة نسترين دلوقتي عاديين نصيحة بقى كويسة كده للازواج المقبلين على الزواج يعني ازاي يتجنبوا موضوع اللي عنده كلام ده كله احنا بننصح كل زوجي مقبلين على الزواج ان الحياة الزوجية حياة مشارقة وحياة الزوجية احنا دخلين الحياة الزوجية علشان نكون اسرة ونتمنى ان زي ما بنقول سر السعادة مع غادة ان الحياة الزوجية تكون حياة زوجية سعيدة من اهم المشكلات البسيطة اللي هي تؤدي الى تنغيس الحياة الزوجية او تؤدي الى تعكير صفه الحياة الزوجية هي العينة بنصيحة لكل زوجي مقبلين على الزواج المفروض ان يبقى فيه نوع من التفاهم ويبقى فيه نوع من احترام الرأي يبقى فيه نوع من تقبل وجهة نظر الشريك او الرأي الاخر يبقى عندنا نوع من النقاش بموضوعية يبقى عندنا نوع من التفاهم يبقى في حب في العلاقات الزوجية ياخدوا كورسون بقى المفتوح هو دلوقتي بقى احنا بقى في الدورات التطريبية الكتير بنعملها وانا كلايف كوتش احنا بنعمل دورات تطريبية للنبدين على الزواج بنبقى بنحاول ان احنا نعد الازواج للحياة الزوجية بنضيهم بعض النصايح ازاي تخطوا الخلافات الزوجية ما بينهم ازاي تبقى فيه ما بقاش فيه مشكلات العند الموجودة باستمرار ما بين الزوجين ازاي تكون الحياة حياة بسيطة كلمة ان انا اعند انك انت بتعند انك انت ممكن يبقى فيه موقف بسيط جدا موقف البسيط اللي انت عايز بدل ما هو ممكن يعدي بسهولة او بتفاهم بسيط بتغاضي بسيط سواء من جانب الزوج او جانب الزوجة ده بيقدي ان احنا نحل الخلافات بمنتهى البساطة لما بيبقى العند نقولك احنا سعيد ويقولك لا ده ناشف دماغه ده دماغه صعيدي افر مش قادر يتفاهم دماغه صعيدي دي اه دماغه صعيدي مفيش تفاهم خصوصا ان الراجل الصعيد فاذا احيانا كتيرا بتحصل مشكلة كتير والله اي راجل مش صعيدي بس هو بيحب يناشف دماغه اي شكل لا احنا مش حابين ان هو يبدأ من مبدأ خالف طرف يعني مش ده المبدأ الموجود عندنا في الحياة الزوجية احنا محتاجين الحياة الزوجية تمشي بشكل سهل اللي الزوجة تتنازل شوية الزوجة تتنازل شوية مفيش مشكلة طالما ان الكلام ده او التنازل مش هيأثر على شيء جوهاري في الاسرة او على مشكلة جوهارية او احنا مش هنعمل حاجة صعبة تقادي لا احنا نتخطى عن كل الهيافات البسيطة او كل الخلافات البسيطة اللي هي تؤدي ببين الزوجين لنعمل التفاهم علشان يقدروا يعيشوا حياة سعيدة ايوة طيب هنقول بس امو عبدالله اهلا 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 امو عبدالله ازايك الحمد لله اتفضلي حضرتك لك سؤال انا عندي سؤال اه اتفضلي يا حبيبتي انا السؤال في الحلقة وسؤال بر الحلقة اتفضلي انا كنت يعني بشوية ايوة فضايما نزل تحت المشاكل مع بعض فضيما باختلافات من نجزة هو انا وهو يعني وكده لازم مشاكل وكده ومشاكل بطوة مع اهله يعني اوه تمام انت عايشة مع اهله اصلا اه اه لازم بقى في مشاكل اتفضلي حضرتك يا سينا سري تنسى حيها بقى هقول لحضرتك الخحيات الزوجية لو فيها فيها مشكلات وخصوصا لما بيبقى زي ما هي حضرتها قالت ان فيها موجودة في بيت او في اسرة او في عائلة او في منزل عائلة طبعا مش هي تبقى مش بس هي مشاكل اساسي المشكلة بس اللي هي زوجها لأ ده هي تبقى مشكلة معها ومشكلة مع جوزها ومشكلة مع اهله جوزها او والعائلة الكبيرة اللي كل واحد بيه رأيه وكل واحد بيه وجهد نظره وكل واحد بيبقى انا حاسة بيها ومشكلتها ان دايما بيبقى فيه اراءة كتيرة جدا عليها او انتقادات كتيرة جدا خصوصا لما تبقى الزوجة موجودة في بيت عائلة او المفروض اللي هي كل انسان او كل زوجة تتميز بالحكمة يبقى عندها نوع من الحكمة او الفتمة اللي هي تحافظ بها على بيت وعلى جوزها اولا بتحب ان هي تحافظ على بيتها اقولك الكلمة الطيبة الصدقة هي مش محتاجة يعني المجهود مش مجهود كبير ان انا احافظ على بيتي او على حياتي ان انا ارضي الاطراف الكبيرة بيبقى فيه نوع من الزكا او نوع من الثلاثة انا ممكن ارضي كل الاطراف بكلمة طيبة اقدر اتصرف بتصرفي يبقىلي خصوصية في بيتي والتعامل بتاعي في بيتي عطيجي مثلا الحمى انت بتربي الولاد ازاي الولاد خرجوا الولاد بيبقى فيه نوع من التدخل في شؤون الزوجة الزوجة بتزعى ما بتحبش الكلام ده احيانا كتيرا تحكم فيها او كده حقيقة احيانا كتيرا بيبقى الزوج يا اما محرج من الام او محرج من الاهل او هو مش حابب ان هو يظهر اني انا زوجتي هي اللي بتمشي كلامها علي وانا مليش رأي وانا مليش كلمة فبيبدأ يبقى فيه نوع من العند لأ انت قلت كذا علشان يفضل محتفظ بصورته كراجل محتفظ ان هو ليه الكلمة وهو عايز يمشي فبيبدأ ان هو يعند مع زوجة احنا دلوقتي بنقول للزوجة بنقولها حاولي تتعامل بنوع من السلاسة يبقى عندك نوع من الاكتزام شوية يبقى عندك نوع من السياسة ان انا هقدر ان انا اوفق ما بين كل الاطراف ان انا قدر اخلي بيتي او قصرتي امشيها بالقواعد اللي انا عايزها تنتيجي حاماتك الولاد اه حاضر هنعمل يبقى فيه كلمة طيبة ونفذ اللي انت عايز بالضبط ربي ولادك بالطريقة اللي انت عايزها الولاد اكلوا وشربوا وخرجوا وراحوا الكلام اللي تقول لي بأسر عرفها ده اقدر امشيه بكلمة حاضر تمام اوكي مفيش مشكلة ده انا عملت كذا افهم الطرف التاني مش عايزين جو من المشاحنات ابدا مش عايزين يبقى فيه دايما نوع من العنف او نوع من ان انا لا انا مش متقبلة الرأي مفروض ما على الزوجة ان هي تتصرف بنوع من الزكاة ان هي تبقى دايما انا متقبلة الاراء الاخرى مفيش مشكلة تتقبل النصيحة نصيحة كانت مجدية اذا كانت النصيحة مش مفيدة او مجرد رأي او مجرد تدخل فيش تاخد الكلمة زي ما هي وخلاص تمام تتقبلها الصمت دايما بيبقى رد راقي على ان انا انا مش عايزة انفز حاجة حماتي جيت قالتلك على فكرة تمام حاضر ان شاء الله ما فيش اي مشكلة حتى لو ما عملتش فعال الكلمة الطيبة او الهدوء او رد الفعل الهادي ده ممكن يديحل اي مشكلة او يدوب اي سوء تفاهم حقيقي من غير ما نعمل مشكلة او من غير ما نلجأ لمشكلة بسيطة اذا نوع من السياسة نوع من الزكاء نوع من اللباقة في التعامل هنقدر نحل الخلافات الزوجية ومشكلات الزوجية يا رب يا رب تتحل كلها الاند بقى ممكن يوصل لخراب البيت فعلا سواء من الراجل او من السيد يعني دي حقيقة حقيق الاند دي احيانا كتيرا يعني بيوصلوا لطريق مزدود فعلا علشان مشكلة بسيطة اللي هو العن حقيق طرق علاجها نقدر نحلها بطرق بسيطة جدا انما لما يجي يبقى فيه الطرف احد الاطراف تمسك برأيه وهو عارف ان رأيه بتاعه غلط مش عايز يغيره بتوصل للعند زي مرضيت محضرتك قلتي والعياذه بلاقي العند فعلا بيولد الكفر فان الانسان يصمم على رأيه خصوصا انه هو يقولك الاعتراف الحق فضيلة لو انا عارف ان رأيه غلط خلاص متمسكش برأيه غلط انا مش حابب ان هو العند اني انا عارف احيانا ان الناس بقى عارفة اني انا رأيه غلط او ان انا تصرفت التصرف التصرف ده مش طح بس انا بعنف بقى ما عنديش قدر ان انا اعتذر عن الموقف او ما عنديش قدر او بكابر بكابر مش عايز اتراجع وخصوصا الراجع اه اقولك لا ما انفعش ان انا ارجع في كلمتي ما انفعش ان انا اخدت موقف وارجع في الموقف اللي انا قلت فيه الكلام ده هيهز من شخصيتي الكلام ده هيقلل من انتي الكلام ده هيعود الزجل من كل حاجة عايزة لا 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 بالعكس كل بقولك الاعتراف بالحق فضيلة الانسان لما بيعترف بخطأ وبيحاول يصلحه بتمشي الحياة وتبقى حياة سعيدة وبتبقى فيه نوع من الاستقرار الاسري اللي احنا كل حيب بيندور دايما في كل اوقات احنا محتاجين تفاهم ومحتاجين ود علشان تبقى فيه حياة مستقرة ما بين الزوجين للأسف وقت حلقتي خلص وتشرفت بك جدا وكت مبسوطة قوي معك شكرا لك مرسي لحضرتك وتمنياتنا باستعادة لكل الاسر ونتمنى نبطل العينة وان شاء الله نوصل لحياة سعيدة يا ربي يا حبيبتي يا ربي اشوفك على خير اشوفكم في حلقة جديدة من برنامج سر السعادة مع غدا الى اللقاء اشتركوا في القناة